اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصداقية مع المواطن المصري ان يكون عنده القناة بتاعته تبث المعلومات بتدي له البرامج الترفيه الاخبارية السياسية المنوعة بشكل كبير جدا تكون لدى المصداقية مش بس تكون او نطمح كمان انها تكون بديل للقنوات سواء كانت قنوات غربية او قنوات عربية او ايا كان المسمى من هذا بنحاول ان احنا نمد جسر جديد نحاول نعمل شفافية جديدة استمرارا للي عملناه قبل كده عملنا قبل كده حاجات كتيرة جدا واستمرنا معاكو كان لنا سابقا في اكتر من احداث وغطينا يمكن على بعض القنوات تنافس في صالح المشاهد لكن احنا بنستمر بثوب جديد تواقما وتطورا مع الاحداث والمجريات الجديدة اللي بتحدث معنا لان دائما الشكل بيضيف نمق او عبر جديد للوضع العام بشكل عام فده بيفيد وبينعكس علينا ارضاءا للمشاهد المصري اولا والمشاهد العربي ايضا في المقام التاني خلينا نبص الاحداث النهاردة بشكل سريع لو قسمناها عندنا احداث كبيرة جدا في داخل المصر كالمعتاد واحداث في العالم العربي او المحيط الاقليمي بتعد لها تأثير كبير اوي على مصر بنسبة الاحداث داخل مصر كان عندنا لسه سامين الاخبار كان عندنا حدث الداخلية اللي هو القبض على الخلال الارهبية الاربعة اللي كانوا في الجيزة في مركز اطفح بالقرية الكريمات وده استمرارا حسب بيان وزارة الداخلية اللي طلع ويكون معنا اتصال معهم دلوقتي استمرارا لعملية الاستباقية احنا كنا نتحدث دائما عن استباقية الاحداث وعملية السطو عليهم قبل ما يفكروا ويخططوا كان طبعا اربع عمليات او اربع افراد تم القضاء عليهم طبعا ما يسموا طبعا بجند الشام او ايا كان المسمى لان كلها سلسلة طلعة من داعش او ايا كان المسمى كمان القعدة الى اخره والحقيقة دي ليهم قصة طويلة جدا انه العمليات الارهبية او الجماعات الارهبية دي فترة من 2011 اصبحوا بيد ولائهم للي زائع سطهم يعني لو القعدة لسه موجودة هيقولوا احنا تابع القعدة لكن داعش دلوقتي زائع سطها فاحنا لسه وده اللعب كله في المعلومة لان المعلومة هي دلوقتي اصبحت اخطر من السلاح اخطر لانها ممكن على المعلومة تقوم حروب وممكن على المعلومة تهد الوضع ونرجع احباب واصدقاء وصحاب زي مكان وجرين طبعا ده في السياق المعلومة وفي السياق طبعا العملية الوزارة الداخلية وخسب البيان انه القوات الداخلية قامت بعملية استباقية واكتشفت انها مع التعامل مع مكان الوكر مع اسمته طبعا انها تعملت معاه وكان في اعملية تبادل واطلاق النار وتم القضاء على المجموعة دي تاني خبر متعلق بالنقطة دي وهو طبعا المهندس شريف اسماعيل زار مستشفى العجوزة كان بيفتتح من خلالها اجزاء نقول كده جزء خاص توسيعي داخل المستشفى وده جزء مهم جدا انه كانت المستشفى محتاجا وطبعا هي موجودة في منطقة العجوزة ويمكن بتسبب كل يوم شلال مروري دي نقطة تانية اما تيجي توسع مستشفى منطقة حيوية محتاج يعني توسيعها مرورية يعني احنا المشكلة عندنا ان احنا كلما نعالج نقطة منلاقي حاجات تانية كان لازم نتم في نفس التوقيت وده مثلا اللي هيودينا لوزارة النقل دلوقتي اللي انا بكلم جوا مصر اللي مثلا وقفوا كل المزلقانات اللي في اربع محافظات اللي هو المزلقان بيسموه مزلقان غير شرعي تحديدا في اربع اماكن انا بكلم على غرب الدلتا يعني طنطة اسكندرية البحيرة مطروح احنا عفين حوالي بالالاف كل واحد عنده بيختصر الطريق فبيعمل مزلقان وبيعدي طبعا يجي اوتوبيسي عدي تحصل حد سيجي حد يعدي تحصل موت لكن طب انت في هذا التوقيت وده الكلام هنقوله مع ما اتصل بموزارة النقل لما تعمل حاجة اكيد محتاج بديل لها يعني المنطقة دي حيوية محتاجة على الاقل يا مزلقان او كبري مشاه او ايا كانت طريقة يعني لما تعالج الحاجة بتلاقي لها البديل ايه بتلاقي لها بديل اخر وهو موضوع انه يكون فيه كبري مشاه مش هنسيب الامر ده لانه اروحنا غالية ولازم تكون اروحنا غالية على بعضنا ده 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 في الاساس من ضمن كمان الاخبار كان عندنا اللي تم كمان موضوع الاتفاقية مع شركة طيران او وزارة الطيران لتطوير انظمة الملاح ولو تلاحظوا في الخبر انه التطوير ده بيقول الخبر انه تم التوقيع مع شركتين روسيتين لتطوير انظمة الملاح روسيا يمكن هنربطها ببعض اللي تم في شهر اكتوبر الماضي اخر اكتوبر والطائرة الروسية والسانيريوهات اللي تمت بعدها بشكل طويل جدا ومكسف جدا تحديدا كان من انجلترا وكان من الوقت المتحدة الامريكية فرنسا كانت معهم شوية روسيا وقفت في الجانب الاخر المضاد اللي يمكن اللي كان في يميل لكافة مصر عموما وطبعا الكلام على ان تركيا ليها يد بتمويل قطر الى اخره اكتشفنا ازمة والازمة دي نتج عنها سلبيات ونتج عنها اشياء لازم تعاد او يعاد النظر فيها او يعاد تنظيمها او يعاد هيكلتها لا نمانع من هنا بدأنا الخطوة انه اعادة النظر في الانظمة الخاصة بالملاحية بشكل كبير جدا وده اللي اعمل وسيادة الوزير حسان كمال النهاردة وانه وقع مع احد الشركتين او شركتين روسيتين وحسب البيان كمان انه الهدف منه الكفاءة العالية الهدف منه توسيع طاقة الملاحية لاستعاب اكبر قدر ممكن من الطاقة الملاحية استغلال الموقع الجرافي لمصر وده ودي حاجات كلها يعني بنشوفها تباعا ده يمكن اهم الاحداث اللي احنا شفناها في مصر يمكن البارز على الساحة الاخليمية واللي كان لي رد فعل زي ما قلت لحضراتكم مرتبط لمصر بشكل كبير جدا موضوع الجزائر موضوع السعودية والامارات العربية المتحدة موضوع اذهاب قوات الى على موضوع الداخلية نعرف بس قبل ما نخش على الملف الاخليمي ساتلواء ابو بكر عبدالكريم طبعا ساتلواء وهو المتحدث مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والعالم ساتلواء مساء الخير يا فندم وهذا البيانة اللي اصدرتوه بموضوع الكبش او الصيد السمين اللي تم في الجيزة النهار دي يا فندم ايه كواليس هذه العملية ساتلواء هو طبعا الاجهزة الامنية مستمرة في جهودها لضبط العناصر الارهابية اللي هي متورطة في ارتكاب اعمال الارهابية المتابعة اصدرت عن ان هناك محاولات لما يسمى بتنظيم اجدام مصر تنفيذ عمليات عدائية جديدة من خلال استخدام الابوات المتفجرة السابق تصنحها بمعرفة العناصر المضربة تدريب متخصص وان المجموعات دي بتتخذ من بعض المناطق السكنية مقر الابوات والاختباء والانطلاق لتنفيذ العملات العدائية اللي هي بتستهدف الاهداف المدنية والشرطية واللي هم حددوها من قبل وايضا توفرت معلومات عن وجود مجموعة من هذه العناصر المرتبطة ده مسؤول عن ما يسمى بتنظيم عجدان مصر وسبع توروطه في تنفيذ العديد من العملات العرهابية المجموعة دي كانت موجودة داخل احد المنازل المستجرة في قرية الكريمات مركز اصحي الجيزة واكر عشان يستخبوا فيه وصنعوا فيه المواد المتفجرة تم استئذان هي بتأمن الدولة العليا وتوجيه معمورية امنية لمنزل المشارئ ده اطلاق نيران اتجاههم من داخل المنزل تم التعامل معها والتعامل كان بحرص شديد حفاظا على سلامة المواطنين والقوات والناس اللي هم مقيمين في القرية اصحر التعامل عن مصرع اربع اربع علاصر وضبط سلاح آلي وطبنجة عيار تسعة مليمتر وفارض صناعة محلية وعربية ملاكي سبق استخدام في العديد من العمليات وضبطت دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم ايضا في ارتكاب العمليات العناصر دي سابت الوقت معلش اسمحلي بس في المقاطعة الاسلحة يا فندم اللي بترصدوها هل اسلحة دي يعني يمكن كتير من الناس يقولوا الاسلحة دي جات لنا من السودان جات لنا من ليبيا هل طبعا انا عارف ان دي معلومات الى حد ما معلومات يعني استراتيجية مهمة جدا تحت بند انها سر خاص هل هي يعني عشان ناس تعرف بس انه انه الفئة دي بتجيب عتاد وتمويل واسلحة من برا مصر يعني هو طبعا الكلام ده وارد ومن ضمن بردك الحاجات اللي هي بيتم يعني الفحصها الاسلحة دي يعني مصدرها ايه هل هي اسلحة مسروقة بردك حتة المصادر السلاح دي مهم ان اجلسة الامن يتعرف عليها لان بردك مهم ان يتم ضبط الناس اللي هي بتتاجر في الاسلحة لان الاسلحة زي ما نعرفين هي الاداة اللي تستخدم فيها الاختيالات وارتكام عاملات القادر ومن ضمن بردك الحاجات اللي بيتم فحصها مصدر السلاح ده منين والسلاح ده هل مسروق هل مشترى من تجار سلاح الى اخره وهذه الموضوعات ستم التعامل معها ايضا هل في محافظات معينة ساتلواء في محافظات معينة معروف انها لسه فيها اوكار نقول كده او فضايل اوكار البقايا اوكار للاخوان زي مثلا الجيزة اه ساتلواء طيب فقدر تصلب انا بشكره جزيلا ساتلواء طبعا ابو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والاعلام وافدنا بنقطة مهمة جدا الموضوع الكبش الثمين الاربعة وانه عملية من هنا بتدي الخيط خيط ان انا لما بكشف عملية بتكشف لي عملية تانية بشوف اسلحهم بشوف مصدر تمويلهم ان كان هناك اعترافات منهم الى اخره لكن على كل على كل مصر بتحارب الارهاب بتحاربه بشكل كبير جدا بتحاربه بعنصر استخباراتي واعتقد انه 25 يناير اللي فات كان اكبر دليل ذكرى الخمسة كانت خمسة عليهم يعني كان ايه لحد كبير طيب اه كمان في خبر بالدخلية النهاردة التوسع بتاع مستشفى العجوزة النهاردة نسمع تصريح لمعالي رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل ترجمة نانسي قنقر